السلام عليكم كانت تمنى تكونوا بخير على خير مرحبا بكم في القناة غيبت عليكم شي شوية علاش مهم كنت مسافرة وتخلطوا علي الفيديوهات وهذا قلت حتى نجي ان شاء الله حتشاركت معكم شي فيديوهات وهذا الشي ان شاء الله غادي ندابا نتشاركو معكم هنا كما شفتو ميركا دونا ارادرت معاكم شي وحدين نحضروا درت اللايف لكي تسول علي الحاجات وليها مباشرة من اللي كأين انا كاينة ما بغتش معلومة اكتر ولكن للأسف مطلعوش تعدبت علي ذاك اللايف وبقيت كان وري وهذا ومطلعوش الناس بقيت كانت سنة المهم ولكن سبحان الله ده بقى نقلب باش نحط هاد الفيديو لقيت عنا اللايف تسجل عندي في القائمة دي الفيديوهات اذا ان شاء الله غا نحطو معاكم ره بالتفصيل ميركا دونا كاملة دابا للأسف لقيت بعض الفيديوهات ما عرفتش ما تصوروش ولمحيتهم خطأ ما فهمتش الله اذا ماشي مشكل بعدها راني غادي لقيت الباديل وان اللايف تسجل كامل وباقي محطوط هو غا نحطو معاكم ان شاء الله المهم كما كتعرفو ميركا دونا اسبانيا راني مسجلة معاكم بعض الفيديوهات مشي انا لسجل بعض المنتوجات ديالها وسبحان الله انها بدت كتكاتر في اسبانيا زادوها في بزاف البلايس بزاف المدن وزوينا ما شاء الله كما كيسميوها وحاشا لله جنة السلياكيين ميركا دونا او اسبانيا كاملة سلياكيين كيسميوها جنة ولكلا كنت سنو جنة ديال الله سبحانه وتعالى جنة الخالدة لنا والجميع المسلمين سلياكيين او غير سلياكيين هاتي كله غير دنيا اما الاخرة هي دار البقاء المهم هنا غا نشارك معاكم هاتي الفيديو بالتفصيل واشنو المنتوجات الليفرا بادي من الباب ديال مركض ونحت الاخر ولكن هنا اختاريت المنتوجات المهمين ديك نعرفو سليا كي محتاجهم واخر ما رقيتش نكن دون ديالدقيق ولكن في الليفرا غايكون بين ديالدقيق والحلويات اما كيما كتشوفو هنا هاتي الزبدة الفول السوداني او بيندكاس اللي في انواع ايك شوية كتشبه الالبرز هاي اللي مشاركة معاكم دين هولندا وبلجيكا اللي كيكتبو حتى في البطاطف الماف المنظاف كل شي كيكتبو فيه بيدون غلوتين خيزو البيض مركضونا كاتب بزف الحواجته هي بيدون غلوتين هما كيكتبو سين غلوتين سين كاتب دا حيت كيجوني بزف بزف الاسئلة الناس اللي عندهم الرقم تليفون ديالي او عبر عبر كيبقى التاسلوبية هادي راسين زا غلوتين هادي راسين غلوتا هادي را خلوتا فري هادي راهم جميعا كنتش بشاركة معاكم في البوست جميع العلامات ديالي كتدل على انها خالية من الغلوتين وانها صالحة للسيليكيين هنا يجعنا الجوع باللايف مش حلوة نشاده و اخت ديالي كانت معايا عيات مشتغلسات شرات عاصر وديرين هاد البلاصة عنده في امريكي الفيديو كان نبداه معاكم بقى بقى سبانيا شوية بقين شوية كورة ما اننا ديرين هاد الميكرو اوند او المخنيترون حاطين الكراسة الطابلت حاطين المميس الفراشط العواشق الكيسان كنضر حتى السربيتات حاطين حدا البلاص اللي كانت اخذي السندوبيتشات او هاد التورطية اللي معروفة في اسبانيا حاطين زيت العود زيت الزيتون كما كان قولو حاطين بازيليكم حاطين الخل حاطين الملحة مويم كل شي محدود للأسف هاتي كان هنا في هولندا وبلجيكا ولكن الاعوام الاخيرة ما بقاش اذا كنت لكم كيسان خد اللي بغيتي الطابلت برق الله مويم هاكا جو باشي لو بغيتي اخذي شي سكاس كروت او شي حاجة تاكل هاكا تغلس وزوينا تحنين ما كانش عارفة هادي التورطية انا معولة عليها مشينا كلها في المطعم ولكن اقترحوا علي وكان فينا نيت الجوعة عطلت عطلتهم بالتصوير وباللايف اذا انت انا جاتني زوينة كينا ثلاثة الاختيارات كتشريها بحلقة خضرة وكتديرها نيت ما في المخنطرون كما قلت لكم ربعات دقيق وكتاكلها سخونة والله يلزوينا قدينا هاصير قدينا حلويات الموهم وصافي وعادة كمينا معا مقدرناش نكمل واحد تمشي البلاس اخرى ولا تمشي البدار اه قلت لكم كالتورطية اللي غير البيض والبتاطا كان الاخرى البيض والبتاطا والبصلة اللي هي اختارتها هذه وكان الاخرى اللي ماشي حلال اللي فيها الحلف او اللحم اذا وكان عائلية وكان فردية اسبانيا كاملة لقيتها في الكامبو لقيتها في ايروسكي لقيتها في بزفت البلايز رعا نشارك معكم ان شاء الله كل فيديو بوحده واقترحوا علي بغيتوا جميع المنتجات دي الاسبانيا في فيديو واحد ان شاء الله غنديرها معكم ولكن خليوها ليه في التعالق هنا يا قبل ما نمحي الفيديو ها هي جبتها سخونة ما شاء الله اه هو مكين اللي كيديرها في الخبز انا لك بتحكى بالفورشيت ماشي بتعطى وغنزيد عليها الخبز كما كتعرفو اخسن نقص شوية من نشويات اذا زوينا اذا كنتو في اسبانيا جربوها ومعروفة هادي في اسبانيا اي محل مشيتي لي كتلقاها فيه انا ما كملت ربعا دقيق مع ما ملفاش غدرتها غدرت ربعا دقيق اللي كاتبين فيها اه مويم ساليت حليت عليها الباب قبل سمع شفت ذيك البلاستيكة واخره ماشي صحية ولكن مرة مرة انا ما كانت صحكمش بالمغنيترون ممكن درحتها في الفران اه البيض كما كتشوفو بقي شوية ما طيبش بزاف ولكن قالك الناس اللي كي يأكلوها كتر من هاقا هادو ملك لكم ديال الكاتشب وكيكونو محتوطين ملحة زيت سيتون اذا الواحد كيدي باني راسو اه ما دازوش الفيديوات المهم هانتو ما غتشوفو جميع المنتجات بالصور وان شاء الله غادي نحط الليف بوحده حيط الليف ستبركلرها في شي 16 دقيقة او اكتر هادو المواد اللي دابة في الصور كلهم بدون غلوتين غادي نحاول دير مجموعة ديال الميركادونا او ديال اسبانيا بوحدها باش تلقوا الفيديوهات سهلين زادو بزاف اللي حويج ما شاء الله على اعوام هادي فش مشيت هانتو ما المقارونيه ديال العادية ديال الروز ديال كينوه ديال الدرا ديال العدس الحمص هادي نمشاركها معاكمش حمرة ديال السفة كنت نجيبها هادي دقيق ديال الدرا وكذلك ميزينة ها هو دقيق رخيص ما شاء الله كندون جوج اورو وخمستاش او جوج اورو خمسة واربعين الخميرة ديال حلوة الخميرة ديال الخبز محسن الخبز بيكربونات سودا الشوكولات الفاني ديال دراري الصغار او ناكس منه الحلوة اما سبحان الله بقد كانت تعجب والله الضانون وهاد المشروبات ديال بحال اليوغورت بحال موجودين ما شاء الله والختيارات كتيرة بيدون لقطوز بيدون سكر هادشي باش كان حليو ستيفيا و المحليات تارتاتا و مدازو ولكن في اللايف رغضي نوريهم غيس نحولي على هاد الفيديو ولكن رصور واضحة هاد الرقائق ديال الارز و ديال كينوة ديال الدرا نوع وفيهم بزاف هانتوما اللي بشوكولات اللي بالكاكاو اللي بالكوك المسكة جميع الانواع ختيارات بزاف ما فهمتش انا كن هولندا معروفة بالفرماج وبالبقر وبالبقر زعماء عند المنتجات الحليبية موجودة ولكن اسبانيا لقت ختيارات كتيرة هادو تاهم ما را عندي تشاركوا معكم ان شاء الله في شي فيديو الخبز الكومير هادو شريتهم تاهمة باش نجربهم حيت سمعت عليهم انهم زوينين ومشالي الفيديو ديال معجول اسنان را اللي دخلت و ليها كترقوا فيها معجول اسنان بدون غلوتين اه واخر اهدت لكم على في الليف راني غادت سمعوه اللي راني غنحيض وحيد كينو الموسيقا هادش كله بدون غلوتين هادالما ديال شلال الفم ديال شلال اسنان هادالانواع كلهم ديال معجول اسنان بدون غلوتين فيهم العلامة واخن ناس ما يتخلعوش مشي يقولوا خاصنا ضروري معجول اسنان بدون غلوتين و لكن كان يندري صغير لي كيسرطوه او كين الناس اللي عندهم حساسية مفرطة اللي مخص الجل ديالهم يتأثر بحال كريمات بحال ماكياج ما تخلعوش انا كنقول نسبة قليلة ديالناس اللي مخصهم ماكياج او كريمات او معجول اسنان بدون غلوتين رقاء اقداز وكتلكم ديال الضرع واحد الكيمية كتيرة تبارك الله المنتوجات كتيرة ومتنوعة قتلكم هاتش ديال دانون ونقودية الحليب اللي بدون لكتوز بزاف بزاف الاختيارات والله لا كتر من هولندا وبلجيكا كل شي مكتب في بدون غلوتين اذا ما شاء الله نخليكم مع باقي السور وتسنة واللايف غادي نحط لكم حتى هو لانه مفصل كانهز كل حاجة بوحدها وكانوريها لكم غادي نحيد الصوت قتلكم حيث فيه الموسيقى وغادي نهضر بصوت جديد البنات اللي حضروا الليف وخلي الاسف ماشي بزاف حيث قتلكم باش غايت نعطيكم فرصة انكم تسولوني وانا تم نوريكم شي حاجة اما المهم ماشي مشكيل اذا نخليكم بخير على الخير وتسنة والفيديوهات القادمة ان شاء الله موجود الخير موسيقى